حركة ثقافية اجتماعية تراثية حضارية تسعى جامعة القدس لإيجادها ضمن أقسامها المختلفة معارض عديدة تطلقها الجامعة لهذا العام أبرزها معرض كتابك على ذوقك والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة في حرم الجامعة ببلدة بيت حنينة شمالية القدس المحتلة زوايا مختلفة احتضنها المعرض أهمها زاوية للكتاب تحتوي آخر إصدارات الكتاب في مواضيع السياسة والمجتمع وروايات وقصص عديدة أما هنا فكان للتراث مكان واسع تحف ومنتجات تراثية تجسد الماضي والتاريخ الفلسطيني الهدف من هذا المعرض أول شي يكون فيه نشاط في الجامعة يعرفوا أنه فيه كلية العلوم الإدارية والإقتصادية والحقوق هنا في بيت حنينة لها مش معروفة دائما فالهدف أكثر أنه إحنا جبنا كتب متنوعة لتتسقفوا أكثر الطلاب وكمان مش بس الطلاب أهل الطلاب والعلى ما يميز هذا المعرض احتوائه على قسم خاص بالفصائل والقادة الفلسطينيين أعلام فلسطين والفصائل تنتشر في كل مكان ورسالة واحدة يرسلها القائمون على المعرض للفصائل الفلسطينية ومن قلب القدس أن اتحدوا واعتصموا بحبل الله جميع ويعبر الزائرون لهذا المعرض سواء من طلبة الجامعة أو المواطنين عن سعادتهم لزيارته يتجولون في أقسامه ويختارون الكتب والمنتجات التراثية على ظوقهم المعرض كان نوع من كثير أشياء أولا جاب لنا الكتب وعشان نطور ويحبوا يقرأوا وهيكا فعرفوا أنه يوصلوا إلى الكتب فأنا مساعد الكتب أنه نوع من كل شيء من أطفال أصغار كبار وهيك بالإضافة للزاوية الثانية اللي اتطرق إليها المعرض مثل زاوية التراث اللي كان مفروض أي معرض يتطرق إليها عشان ما ننثى تراثنا زاوية الإلكترونيات لأنها هي من يعني إحنا في زمن التكنولوجيا فالمفروض أنه إحنا نعرض بالإضافة لزاوية الواقع اللي كانت تعرض صور معاناة الشعب الفلسطيني في المعرض وقد نجح هذا المعرض حتى يومه الأخير في إنعاش الحركة الثقافية الأدبية في مدينة القدس بتفاعل المقدسيين مع هذا النشاط الجامعي كما كانت له بصمة واضحة في تعزيز التواصل بين جامعة القدس والمجتمع المحلي وحدة وطنية وثقافة وتراث ما تسعى جامعة القدس إلى إيجاده في هذه المدينة المحتلة من خلال معراضها هذا الذي أوجد وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة حركة تاريخية ثقافية أدبية من مدينة القدس المحتلة تامر عبدات ترجمة نانسي قنقر